من أجل المحافظة على الماء، تقوم فرق مركز البحث عن التسربات بمؤسسة سيال بمناوبات ليلية للبحث عن تسربات المياه غير المرئية، وذلك من خلال برمجيات المراقبة عن بعد للتدفقات على مستوى الشبكات المائية الموزعة في العاصمة. كاميرا البلاد رفقت الفرقة لتقف على سير عملية المراقبة الميدانية. وقف على سير عاصمة، تقوم بموزع مدلات الموجودة على ديبي تحكم في الضغط للقاطر والجيسونتر. وهناك الحديثة مستوى العاصمة لديبي متر، ونحن نستشعر لديبي دونوي توقف هذا القطاع. نستشعر لديهم خلال قطاعات، نستشعر لديهم، نستشعر لديهم عملية ستاب تست دونوي هنا. ونقدر نحد القطاع لأكثر ضايع المياه ينسكترون 30 أميل كيلومتر من نزل وعندهم أبجيكتيف أن نأكد 200 أميل نحن نصل نسبة متقدمة حوالي 70% من الأهداف هذه بتقنيات عالية الدقة تعمل الفرقة على تفقد الصمام الرئيسي وبعدها تنتقل إلى المكان الذي تحدده نسبة التدفق التي عادة ما تكون ملاحظتها بشكل جيد في الفترة الليلية ابتعادا عن التشويش هذا البحث يتم بأجهزة خاصة ويتم في الفترة الليلية لأنه الضغط في الشبكة راح يكون عالي ليسمحنا باش نسمعوا هذه التسربات وكذلك ما يكونش سير سيارات في الفترة الليلية دونك الفرقات تقدر تعمل بأريحية عمل متواصل للفرق التقنية الخاصة في شركة سيال وبحث دقيق عن مختلف التسربات لضمان التزويد بالمياه